في سياق متصل وصلت فجر اليوم إلى مطار بولوكوفو في سانت بيترسبيرغ طائرة تنقل جثامين بعض ضحايا الطائرة الروسية التي تحطمت في مصر قبل يومين وقالت وزارة الأوضاع الطارئ الروسية إن الطائرة نقلت جثامين 144 شخصا قتلوا جراء الحادثة وإن طائرة أخرى تقل عددا من الجثامين ستقلع اليوم من القاهرة فكان آلاف الأشخاص قد تجمعوا في سانت بيترسبيرغ أمس حدادا على أرواح المسافرين الذين قضوا في أسوأ كارثة طيران تشهدها روسيا